نرجع نقول أي الشهور زي شهر شعبان من أخطر الشهور من ناحية الأحلام أخطر الشهور من ناحية الأحلام الناس كثيرة بتعتقد أن فيه شهر رجب وشعبان ورمضان لا نرى فيها أحلام سيئة والأحلام من الشيطان والبعض يعتقد أن شهر رمضان تكبل فيه الشياطين الكبيرة والصغيرة فلا نرى الكوابيس ليه شهر شعبان من أخطر الشهور في الرؤى أو في الأحلام بيكسر فيها الكوابيس بيكون فيها حزام شهب شديد كثير من الناس الدجالين ومشعوزين وصحرة بيعتقدوا أنه طالما أنا أجي قبل شعبان قبل رمضان لازم أنهي كل الأعمال والسحر الذي يجدده والسحر الذي يستحدثه خلال شعبان فيبدأ يسترق السمع ويبدأ يقوم بالسحر ويبدأ يقوم بدا كله فيبدأ يشتد حزام الشهب على الجن والشياطين التي تسترق السمع من السماء فيبدأ أنه الشيطان عايز بقى يعمل نشاط كتير بقى بسرعة بسرعة عبل رمضان مع أنه في رمضان نشاط بقول لكم بتوقفش لأن صغار الشياطين بيكون نشاطهم وصرعتهم وقارفهم في الأحلام أكثر من المرضى الكبار ما يصفت بس هو المرضى والشياطين بس هي ما تصفت ولكن ليست كل الشياطين من اللي بيخليك تتفاقب من اللي بيخليك أن أنت ممكن تنسى من بيخليك حاجات كتيرة ليست كل أفاعل سيئة أو غيره من النفس البشرية ولكن بعضها من الشيطان كذلك الحال في شعبان أسوأ الأحلام بتجلن بسبب الشياطين ونشاطهم الشديد في الفترة دي وأتلاقي فيه دقي مشاكل وهم كتير طبعا أنا وقف الكلام ده زي سورة البقرة دوم عليها دوم على ذكر كتاب الله دوم على الأذكار فتقلل وجود الشياطين في بيوتنا أهلا